إلى الاشتباكات التي دارت في محيط مدينة درنة ينضم إلينا عبر الهاتف الناطق باسم مجلس شورى مجاهدي درنة محمد المنصوري سيد المنصوري أهلا بك بداية دانا في صورة آخر التطورات الميدانية في محيط مدينة درنة برسول الله طبعا صباح اليوم من الشاشة السلامة بعد قصص أمن أول أمن غير جنوب السيارة المتراكية على مواقع التطور طلعا مجلس متقلقلة أو متضارية فتحركت من الشاشة السلامة صباح اليوم بهذا الدعم الزوي حاولت منها نصدق مع جميع قوات حاولت منها سيطرة على نطار قابعة لمجلس الشورى نعم 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 أستمع إليك سيد محمد محاولة منها لاستطيع على نطار المجلس رب الله عز وجل تمثل مجلس تطبيق مدرع سيارتين عليهم أميات نعم وهذه المعرقة من ميليشيا في السرامة حوالي سبع قصة وثنوعة في القرية تكفت بخسائر وانسحبوا إلى مواقعهم يكون ذيون الهديمة أغلب القتلة التي قتلوا في صفوف ميليشيا الكرامة يعني صبيان صغار سن وريد ستة وتسعين وألفين بريشيا الكرامة بريشيا الكرامة يعني بريشيا الكرامة الناس في بعض المواسطة الاشتباكات لم تبدأ بعد أصلا يعني هل قال لم تبدأ بعد داخل المدينة هل لحظتم أي تحشيدات أي تحركات لميليشيا الكرامة طبعا ميليشيا الكرامة لم يجد لها أي تواجد داخل المدينة أخر نقاط لها على الخدود الإدارية في منطقة السحيلة أو منطقة التطار الحمر لا يستطلون داخل المدينة مجلس شورى مدعبين ترنا بأسلاع المدينة يرابطون على 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 المحاور للمدينة لن يتمكنوا لهم أربح سنوات يحاول الدخول للمدينة ترنا الحاضنة الشعبية داخل ترفض الكرامة ومشروع الكرامة والاشياء الكرامة أهلي درنا حتى المعظوم قابل عزة يدعو لنا ويدعمنا ويقدم لنا العون ويقدم لنا الدعم الماتلي وحسن معنوية تحريص المساجد خطب المساجد والسعوات تفضل مع الزوزان أن مشروع الكرامة مرفوض بمائية في درنا وبإن الله لن يتمكنوا لهم مرض نعم الناطق باسم مجلس شورى مجاهدي درنا كنت معي مباشرة عبر الهاتف أشكرك ترجمة نانسي قنقر شكرا للمشاهدة